الجريمة التي أدت إلى قتل تسعة مصلين من الأفارق الأمريكيين من ضمنهم قصيص هو نائب في مجلس الولاية حدثت في كنيسة إيمانيوال إحدى أقدم وأعرق الكنائس الإفريقية الأمريكية في الجنوب والتي لعبت دورا مهما في حقبة العبودية وفترة الصراع من أجل الحقوق المدنية للسود الحادث أبرزت مرة أخرى قضية جرائم الكراهية الموجهة ضد السود ومسألة العنف المسلح في الولايات المتحدة ما نعرفه هو أن الأبرياء قتلوا لأن الشخص الذي أراد أن يلحق الأذى بالآخرين لم يصعب عليه الحصول على سلاح الآن هو وقت الحداد والشفاء ولكن لنكن واضحين يجب على البلاد أن تواجه حقيقة أن مثل هذه الجرائم الجماعية لا تحدث في دول متقدمة أخرى أما المشتبه فيه ديلان ستورم الذي تم اعتقاله في ولاية نورث كارولينا المتاخمة فيبلغ الواحدة والعشرين من العمر وكان قد حضر ساعة من الصلوات في الكنيسة قبل أن يعلن نيته قتل الحاضرين قائلا في إشارة لعرقهم الأسود أنهم في طريقهم للسيطرة على الولايات المتحدة وأنه يجب أن يتخلص منهم سلاحه كان هدية من والدته أما صورته على فيسبوك فتظهره يرتدي علمين قديمين لدولتين روديجيا وأفريقيا الجنوبية أثناء حقبة التمييز العنصري وصنفت الحكومة الفدرالية القتل بجريمة كاراهية من غير الواضح بعد إن كانت للمتهم علاقات بجماعة عنصرية أم إن كان يعمل لوحده عندما استيقظنا اليوم فإن قلب وروح ساوث كارولينا كان قد انكسر يجب علينا الحداد ويجب علينا أن نعالج ألمنا ويجب أن نشرح لأطفالنا كيف يمكنهم أن يذهبوا إلى الكنيسة بأمان تحصل حكومة الفدرالية معدل ستة ألاف جريمة كاراهية كل عام أما الجالية الإفريقية الأمريكية فهي الأكثر تعرضا لهذه الجرائم وتأتي الحديثة في وقت تحتد فيها التواترات العرقية في الولايات المتحدة بعد تعرض مجموعة من الأفارق الأمريكيين في ولايات عدة للعنف من قبل الشرطة الأمر الذي أدى إلى قيام تظاهرات وأعمال الشغب في بعض المدن من الشقاق العربية واشنطن